خطأ فادح في الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين قناة سيف تيرنت وصناع مسلسل المداح عصورة الوادي الجزء الثاني فيه خطأ بالحلقة الأولى والتي تعرضت على قناة NBC مصر بسبب ظهور الفنان هادي خفاجة اللي هو بيمثل دور عز مع خطيبته هايدي رفعة اللي هي سهيلة في أحد المشاهد بجامعة القاهرة وطبعا كان بيظهر في الخلفية أهرامات الجيزة وده خطأ خارج المنطق لأن الجامعة لا تظهر الأهرامات في أي منطقة داخلة وطبعا مسلسل المداح الجزء الثاني في الحلقة الأولى لقى تفاعل كبير جدا من الجمهور واستحسان الجماهير علشان يصبح حديث السوشيال ميديا كلها بدأت أحداث الحلقة الأولى بالمسلسل المداح بأحياء الفنان حمد هلال واللي بيجسد شخصية صبر حفل زفاف بكلمات صلى على النبي الحبيب وأغنيت ببركة النبي لبطل العمل حمد هلال وسرعا طبعا ما بيتحول حفل زفاف ده إلى مطاردة ما بين صبر المداح ووالدته اللي بتجسد دورها الحجة صفاء اللي بتجسد دورها الفنان حنان سليمان وكشف صبر إن والدته ممسوسة واللي بيمنعه بعد كده أخوه حسن واللي بيجسد دوره الفنان خالد سرحان من الاقتراب منها لكن صبر بيدفع أخوه ناحية القطر اللي جاي عليهم بسرعة وطبعا بمرور الأحداث بيكتشف المشاهد إن صبر المداح كان نايم واللي كان شافه ده كله كان عبارة عن كابوس ولما بيصحى منه بعد كده بيلاقي والدته قدام عبرها وبيطلب منها إن هي تقعد معاها للمنزل ولكنها بترفضه بتقوله بخوف إن الكابوس كان مشترك وهي برضو شافت كل حاجة اللي ابنها شافها في منامها وبمرور الأحداث طبعا بيكتشف إن نفس الكابوس ده واحد شافه اللي اسمه حسن حسن ورحاب اللي بتجسد دوره الفنانة هبا مجدي وطبعا شارت أحداث الحلقة الأولى هو ظهور النجمة صهرت صيغ في مشهد واحد مع بطل مسلسل النجمة حمد أهلال وبتجسد دور جنية وسألها صبر المداح عن هويتها فردت قالت مش مهم أنا بس بفكرك أنت اللي خنت العهد قبل ما تختفيه وده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص الخطأ اللي ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء التاني وملخص سريع للأحداث اللي ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل المداح انتظرونا في حلقة جديدة ما تنسى اشتركوا اللايك للفيديو وتشارفنا باشتركوا في القناة انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته